السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد لسن فايل وهو بيتكلم على زي كومبارزن كده بتوين السيركولاتري ساستم ان هيومن بادي و الترانسبورد ساستم في البلانت يعني هنشوف ايه احنا مشتركين في ايه ومتشابهين في ايه ومختلفين في ايه كمان. الاول عايزة اكلمكم عن هيومن سيركولاتري ساستم وهو عبارة عن هارت اند بلود فيسلز. البلود فيسلز دي قلناها قبل كده ان هي التيوبس اللي ماشية في جسمك عاملة زي الشالموهات كده ماشية في جسمك يعني اللي هي العروق او الاوريدة والشرايين اللي ماشية في جسمنا دي واحنا شايفينها من خلال بتاعنا دي اسمها البلود فيسلز. البلود فيسلز دي شايلة البلود وبتلف في جسمك كله. مين اللي بيعمل لها ببوش ويحرقها الهارت. يبقى السيركولاتري ساستم عبارة عن هارت ان بلود فيسلز. بس احنا عندنا نوعين من الفسلز دي او التيوبز دي. نوع اسمه ونوع اسمه هي اللي بتشيل الاكسجين والفود. يعني كاري بلود ريتشين اكسجين اند نيوترينز او جلوكوز. زي ما نقولت لكم الشوجر او جلوكوز هو الفود. الفينز لأ العكس. الفينز دي بترجع بقى بترجع بالبلود اللي في الكاربون دايكسايد وبترجع تاني للهارت علشان تعمل رينيو وترجع تشيل الاكسجين وتبدأ الدورة من اول وجديد. كنا اخدنا قبل كده في ان احنا عندنا في بناخد الفود. اي محتاج انرجي. محتاج انرجي. والبلانت كمان محتاج انرجي. طيب ازاي بقى اول حاجة احنا بناخد الفود من الديجيستف ساستم صح? البلود بياخد الفود والنيوترينز دي ويروح يوزعها على الجسم. وبرضو نفس الموضوع لما بتاخد الاكسجين البلود بياخد برضو الاكسجين ويروح يوزعها على بقيد الجسم. صح? ده كنا اخدناه قبل كده. بقى هو المسؤول عن انه يوزع كل الحاجات دي. مسؤول عن البلود. ان البلود يمشي في كل جسمك هو ده السيركلاتري ساستم. يبقى السيركلاتري ساستم عامل زي القطر. هو يعني بينقل البلود هو اللي بيحرك كل البلود في جسمك كله. طيب مهمته ايه? انه يروح للسلز او للبادي كله يروح يوزع عليه عشان ياخد انرجي. زي ما اتفقنا يعني. لازم محتاجها مين اللي بيوصلهم لكل السلز? البلود. يبقى بس بس البلود بيمشي يعني ما ينفعش اللي رايح باكسجين هو هو نفسه في نفس الاتجاه يرجع تاني. لا اسمه يعني انا دلوقتي عندي هتروح تودي اوكسجين بس حد تاني اللي يرجع بالكربون ديكسايت مش الارتريس وهي دي مهمة الفينز يبقى اوكسجين لكن الفينز رتيرن the blood that تكاري كاربون ديكسايت هي اللي بترجع بقى بالكاربون ديكسايت تاني وتروح للهارد عشان تتزود بالاكسجين ترجع تاني تروح توديل جسمك. علشان كده اسمه سيركلاتري سيستم جاية من السيركل يعني بيلف في دايرة كأنه عمال البلد رايق يلف 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 في كل الباضي. بالضبط زي ما احنا محتاجين انرجي كمان البلانت محتاج انرجي. وقلنا ان هو بيجيت الانرجي باي فوتو سنتس بروسس بيعمل فوتو سنتس بروسس مش زينا. يبقى واخدنا الفوتو سنتس بروسس بالتفصيل. وبرضو نفس الموضوع زي ما احنا عندنا فيها بلد كمان عنده بس ما فيهاش طبعا بلد لا فيها وده هسميه وبرضو هي يعني اللي هيطلع وده خدناه قبل كده مين المسؤول عن انه يتاكي الووتر والنيوترينز فروم داروت. الزايلم. الزايلم مهمته انه يطلع الووتر والنيوترينز. طب خلاص. عملت الفوت عملت فوتو سنتس بروسس وطلعت فوت. خلاص عايزة بقى توزع الفوت ده تاني على كل بتاعت البلانت محتاجها كمان تتغزة فعايزة اوزع عليها الفوت اللي انا عملته ده. ودي مهمة الفلاوم. مهمته انه ينزل بقى الفود اللي اتعمل في الليبز يروح يوزعه على بقية البلانت. بقي اخر حاجة في الليسن ده وهي الفلاورز. اكتيفتي number 15. فلاورز and seeds. فكل اللي احنا تكلمنا فيه ده عمرنا ما جبنا سيرة الفلاور. ايه اهمية طيب الفلاور لما هي مش بتعمل الفوتو سنتس بروسس. ايه اهميتها؟ لا ده هي مهمة جدا. هي اللي مسؤولة عن الربرودكشن. يعني ايه ربرودكشن؟ يعني نحن نعمل من السيد. لو انا خدت سيد و رحت زرعتها في اي مكان مناسب بلانت جديد تماما من التوماتو. ونفس الموضوع في اي بلانت اخد السيد بتاعته و اعمل لها بلانتين. هيطلع نيو بلانت. ده اسمه مين اللي مسؤول بقى عن الربرودكشن؟ الفلاور. هي اللي بتعمل السيدز. علشان كده هي بتساعد البلانت توريبريديوس. وزي ما قلت لكم بمجرد ان انا خدت السيد دي ووفرت لها اير ووتر و تمبريتشر مناسبة خلاص هتنمو. في اجزامبل عندنا زي مسلا سنفلاور اللي هي الزهرة دي. عندها دارك كالرد اوبجيكت كده موجودة في النص في السنتر بتاع الفلاور دي كل لها سيدز. لو خدت واحدة منها و رحت عملت لها بلانتين زرعتها هتلاقيها طلعت نيو بلانت. يبقى الفلاورز مسؤولة عن لانها بتطلع ميكينج سيدز. حسب لكم تحفظوها كويس علشان نحل الاسئلة مع بعض ونستنوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنحل فيه على لسن فور ولسن فايف. اتمنى ان انتو تشوفوا الاسئلة انا بشرح فيها مهمة جدا جدا طريقة حل الاسئلة خصوصا الجيف ريزن والوات حابنس. انا بشرحهم في الفيديو كويس جدا وبفهمك ازاي تحل اسئلة الجيف ريزن بكل سهولة مش انك انت تحفظها لأ ان احنا نفهم هو طالب منين ايه وبنحل على الاساس ده. يا ريت ما تنسوش لو لسه ما تبعتوش القناة تتابعوها وتفعلوا الجرس علشان كل ما ننزل درس جديد ان شاء الله تكونوا اول ناس تشوفوه واشوفكم على خير الفيديو Root hairs Increase the amount of absorbed water and nutrients Forms of stem Wood stem like, tree trunk and shrubs Upright stem like most flowers Climb stems such as vines, grapes Tubers it stem under the ground such as potato Runners, extend above and along the ground Forms of leaves نارو كمين البوش زوج تعريم يريم تنظر ya الحلوي الان الب invested دو 귀 أطرب فinal . 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 and phloem. Xylem transports water and nutrients to leaves. Phloem transports food or glucose sugar downward from leaves to all other parts of the plant to grow. Plant Reproduction. It's the process of making new plants. Function of the plant's flowers. Flowers produce seeds that help the plant to reproduce. Sunflower. Temperature. Sunflower. tür Mercer. Sunflower. Sunflower. Sunflower.